ثلاث ساعات وجيش الاحتلال يهدم أحلام عائلة المواطن إبراهيم عايش من قرية ارطاس جنوب مدينة بيت لحم وهو يسعى إلى توفير مأوى جديد لأحد أبنائه وأسرته لكن الاحتلال باغتهم بالهدم ولم يتح المجال لهم للدفاع القانوني عن بيتهم بنينا في أرضنا لواحد من أولادي واجعنا قبل شهرين اختار بالهدم وإحنا وقفنا واليوم اتفاجأنا في أنهم أجوا وهدموا البيت يعني بدون سابق انظار مع أن احنا وقفنا ومعاملاتنا موجودة وأوراقنا الثبوتية في ملكيتنا لأرضنا موجودة وقدمناها للجهات المختصة والاحتلال ما اكتفاش بالموضوع هذا أنا في 2017 بنيت مزرعة والمزرعة هذه يعني بتمثل عمودنا الفقري الاقتصادي إلي ولا أولادي ولا أحفادي واليوم اتفاجأت في أنهم أجوا ووقفوا عندها وقالوا بدنا نهدها فقرية ارتاس أصبحت محاصرة من جهتها الغربية والجنوبية بالمشاريع الاستطانية عوضا عن مئات الإختارات سلمت للمواطنين على مدار السنوات الماضية إما بالهدم أو وقف البناء وتصبح ممتلكيات المواطنين مهددة بإجراءات الاحتلال يعني هي المنطقة المتنفس الوحيد لقرية ارتاس والتي تعتبر المنطقة المنفذ الوحيد والمتنفس الوحيد للمواطن في ارتاس لأن غرب المنطقة 100 متر متر متقعة مستوطنة إفرات لذلك الجيش الإسرائيلي والإسرائيلي المستدفين هذه المنطقة بشكل يومي وبشكل فهمت أن المواطن هو في تحدي مع قوة الاحتلال قوة الاحتلال بعطية أمر وقف وهو عمليا كاعد ببني هذا يعني هو الإنسان فهمت يسمع يومك عنده 15-16 ولد وهي المتنفس الوحيد إلى بناء ابنه فلذلك هو بدأ يبني قوات الاحتلال لم تكتفي بجريمة هدم المنزل فقامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المغلف بالمطاط سوب المواطنين لتسهيل إكمال مشهد التدمير للممتلكات حيث توجهت لهدم مزرعة للدواج في ذات المنطقة وأمهلت صاحبها أسبوعين لإخلائها هدم وتدمير للمنازل والممتلكات يتبعه زحف استطاني على ما تبقى من أراضي القرية هنا يتم تشريد وتهجير عائلة فلسطينية جديدة بفعل غطرسة الاحتلال من قرية الطاز جنوب بيتها حماني فنون تلفزيون فلسطين